مبادرة مليون مبرمج أول ما سمعنا عنها أنه حاكم دبي يطلق مليون مبرمج وأبصريش فكل الناس تخيلت أنه بكرة رح يصير فيه عندنا مليون مبرمج أو بعد بكرة أو بعد سبوع أو بعد ثلاثة الشهر بس ما صار الشاضل إشي صار مبادرة مليون مبرمج عربي هي مبادرة أطلقها حاكم دبي وكان الهدف منها أنه من أهل من خلال هاي المبادرة مليون مبرمج عربي طيب المبادرة هاي لها أربع مسارات رئيسية أنا رح حكيهم بالانجليزي عندك فرونت اند في عندك باك اند أو خلينا نسميه فل ستاك مع البايثون وفي عندك الاندرويد وفي عندنا اللي هو ديتا سيينس أو تحليل البيانات طيب أول ما سمعنا عن المبادرة كثير ناس تحمسوا لها وصاروا بدهم يسجلوا عدد الناس اللي يسجلوا كان مهول اللي اكتشفناها بعد فترة أنه في ناس دخلت هاي المبادرة واستفادت منها واستفادت استفادة عظيمة الجزئية اليوم ده أحكي لك إياها في العالم منصات الإديوكيشن معبية العالم تمام؟ يعني منصات الإديوكيشن انت اليوم تفتح منصة للتعليم مليان وكلهم فري بس المشكلتنا الرئيسية كانت في الناس اللي بتدخل وما بتكمل يعني انت اليوم بتدخل وبتوقف المبادرة هاي عملت شغلة حلوة ولطيفة اللي هي موضوع المنتر المنتر أو خلاني نسميها المنترشب المنترشب هو شخص المفروض يتابعك تمام؟ وكانت الحلو في المبادرة أنه المدربين متطوعين وفيه جائزة أفضل مدرب والستيودنت ناس جايبينهم بلاش والمتيريال جايبينها من يودستي والمتيريال ما اليوم مبرمج عربي بس المتيريال نفسه بالانجليزي بس مترجم عربي ربنا الله فاليوم المبادرة اللي عملته جابت الناس هذولة اللي بدهم يقدموا عشان يدخلوا يعني يصيروا مبرمجين وجابت المدربين اللي جايين أصلا يتطوعوا طمعا في الجائزة أو حتى يعني أجر أو whatever وعندهم المادة من يودستي بعطوك تدرس وبخلوا الناس بتابع الناس وكذا حسنا الموديل رهيب جدا أنا من الناس اللي أنا من الناس اللي كنت متبني مبادرة لحالي هيك أدرب ألف مبرمج بالأردن كوني كنت في الأردن ألف مبرمج عربي أو حتى في الوطن عربي كنت متبنيها بس حتى أدركت أنه ألف كثير الرقم ألف كثير خلينا نسميها الكواليتي والكوانتيتي بعد ما أدركت أنه فيه فرق بين أنك أنت اليوم تطلع مبرمج وطلع ميت مبرمج أنت اليوم تقدر تعمل دورة وتحط أنك أنت علمت سبع تلاف ستودنت بس تكنيكلي كم واحد من الستودنت هذا تعلم منك عن جد فحتى الكوانتيتي والكواليتي ممكن تفرق الجزئية الرئيسية التي تقريبها في هذه المبادرة إنها مبادرة كان الهدف منها تشجيع الناس وفتح عينين الناس لموضوع البرمجة فقط لغير في البداية إذن كمبادرة هي مبادرة الهدف منها التشجيع يعني الانطلاق إنك أنت اليوم يجبوك وخلوك مثلا تنطلق طيب شو الحلو كمان في المبادرة المبادرة للناس اللي بخلصوها بأخذوا إشي اسمه النانو ديجري وإن شاء الله في فيديو رح أعمله عبر موضوع النانو ديجري وأحط لكم اللينك في الدسكريبشن أو حتى تابعوا القناة يمكن يكون فيديو لاحق لأني غير متأكد أني أنا شرحت النانو ديجري بالزبط لأني كنت حطى في فيديو ثاني النانو ديجري هي خلينا نسميها شهادة جامعية بس أونلاين بتخذها من موقع اسمه يداستي ونانو النانو ديجري هاي حقها فلوس يعني أنت مفروض تدفع فلوس وهم بيقدموا منح للناس الأوائل على القسم مثلا أو الأوائل أو كأنه أول مية بأخذوا النانو ديجري هاي على أساس أنه يقدموها وتصير منها طيب اليوم أنت كمبرمج هل تحتاج أنك تدخل هاي المبادرة عشان تتعلم البرمج أو حد خلينا نسميها لا هل أنت كشخص بدك تتعلم البرمجة ما إلك مكان غير مليون وبرمج عربي أكيد لا العالم مليان كونتنت بس الجزئية اللي بدك تعرفها اليوم إذا بدك تدخل مليون وبرمج عربي بدك تعرف هل أنت شخص محتاج حدا يظلي دزك إذا أنت زي هيك يس لازم أدخل غاد المفروض يمشي في أحد المصارات المصارات الأربع كثير كويس وعليها شغل قراط جوا المنصة أسئلة عن الأشياء أنه مثلا هل هم مسؤولين عم توظيفك هل لو بتقدم مثلا لشركات في دبي أو واتفر أنه هل ممكن تشتغل الجزئية اللي بدك تعرفها اليوم أو ما بعرف يعني حتى الناس اللي ممكن اشتغلت عن طريق المبادرة تحكينا الاشي اللي شفتون هم هم بيحكوا أنك أنت اليوم بربطوك عن طريق بيت دوت كوم بس بيت دوت كوم أنت اليوم تقدر تعمل فيه أكاونت وتقدم للشركات هل يعني أحيانا بتحس المبادرة أنها بس بتعمل بتجمع يوزرز وبتوزع حالبارتنر عملوا يوزرز ليوداسيتي مثلا عملوا يوزرز لبيت دوت كوم وعن طريق هاي الشركة وأحيانا أنت أنا بطلع لك عليها كحدة من بعيد أنا بطلع عليها زي هي بس الناس اللي دخلت هي اللي ممكن تيجي تحكي لك أنه اليوم هل استفادوا كم الفائد العمى والجزئية كمان الواحد لازم يأخذ إيش حسن النواية إذا بدك تيجي تأخذ على حسن النواية الجماعة بعلموا بلاش يعني معطينك أشياء ببلاش وهي الأشياء حقها مصارع أونلاين صح نو ماخذينها من يوداسيتي جاهزة بس كمان ماخذينها من مكان المفروض أنه ريسبكتد يعني يوداسيتي إشي كثير خرافي فاليوم الجماعة ماخذينها وماخذينها مجانا وإنت أصلا ما أخذها مجانا فمجرد أنه هذا الإشي انطرح إلك هي فرصة لأي واحد ما عنده الموتيفيشن بده حدا يدفع له هذا الإشي يدخل في الموضوع ويجربه على أساس أنه يجرب أنه يشوف إيش المخرجات من خلينا نسميها من المبادرة وإيش المخرجات من دراستك لأحد السكتورز الموجودة جوه المبادرة الإشي الأخير اللي بدأحكي لكم إياه يا جماعة أنا من الناس من النوعية اللي هو سيلف موتيفيتد أو برو اكتف حطيت فيديو مرة عن البرو اكتف و الري اكتف ممكن تشوفه فأنا بني آدم ما بحتاج لمنتور يجي يقول لي اعمل و سويه بأعمل لحالي وإذا بغلط بجربه بعيد الجزئية اللي بدك تعرفها إذا أنت حدا زيه في موضوع البرو اكتف وبتمشي لحالك يمشي لحالك على الأونلاين المفروض تقدر تمشي لحالك وتتطور وتتطور أسرع إذا أنت حدا ري اكتف ومش غلط تكون ري اكتف وحكيت الفرق ما بينهم لا المبادرة كويسة لأنه أقل إشي رح يظل عليك حدا منتور وأقل إشي واحد رح يظل متابعك وهذا إشي كثير جيد نسبيا وجيد إليك حتى كمان خلينا نسميه للكارير تبعتك لأنك إنت أولاً آخراً يعني ممكن الشهادة نفسها ما تفيدك كثير بس الخبرة اللي أخذت جوه الشهادة تكون فائدة إليك كثير كثير قوية لحدا يكون مثلاً ري اكتف محتاج إنه حدا يظل يدفعه لقدام حتى يشتغل وبس ترجمة نانسي قنقر